عدد كتير من الوجوه اللي كانت يعني ضيف دائم على الشاشات والتلفزيونات اللي اطلق عليهم مشطاء وسياسيين اختفوا خالص الفترة دي الحمد لله انه هم اختفوا يعني لانه هم احنا عرفنا حقيقتهم يعني منهم اللي كان احنا عدنا خمس ستة شهر فحت وردنا يعني اللي متمول من قطر واللي متمول مش عارفة من امريكا واللي اتدرب زي ما قال الدكتورة رميس في سربيا هو اللي قالوا على فرح وهم اللي قالوا طب وموضوع التسريبات اللي خرجت انتوا معا ولا ضد انا معا يعني بجد الدكتور عبد الرحيم علي في حاجات ما كناش ممكن نعرفها ما احنا عايزين نعرف كل واحد على حقيقته لا ما بيقولك ضد الحرية الشخصية وانا مسجلالهم في قوض النوم لا انا مش مسجلة قصة تحبب بين واحد وواحدة ده كلام سياسي انا كفاء ارمي كلمة ما واشي السؤال ارمي كلمة تبتكلم عن البلد تبتكلم عن البلد وتقول حرية شخصية لا وبعدين ده عمل غير اخلاق واقتحام امن الدولة وسرقة الملفات كان عمل اخلاقي لا طبعا كما تدين تدين نرجع بقى لدكتورة هالة الشل شاموني الشل شلموني الشل شلموني ونظريتي الجوافة وغيرتي جلدك تماما شفنا شخصية مختلفة في دور مختلف خالص عن الهام شهين كوميدياو وهجوم على الهام كل حد يقولي بقى الهام شهين اللي بتنكد على الامة العربية طالعا كوميديانا لو ايه باخد جواز احسن ممثلة كوميديا فقولت له من اللي عجبني في الحكاية خدت جواز تمثيل في عمري كتير قوي بقى عادي لكن اللي عجبني واتحك ساعتها بقولك احسن ممثلة كوميديا الهام شهين كان بتبقى مفاجأة لي يعني ديف حد ذاتها افهي يعني نقطة فترة التصوير كانت قبل ما يخرجوا من الحكم طبعا وانت بتصوري ما كنتش خايفة من الرد فعلهم من التهديدات اللي بتجيلك شوفي انا المسلسل الاول عرضته على شركات انتاج كله خاف مني كله احنا بننتقد حكم الاخوان كله المسلسل بيقول ان احنا قلنا بين مرضى نفسيين بسبب وجودهم في الحكم فانا دكتورة نفسية وكل النماذج اللي بتجيلي انا بعمل رسالة دكتورة عن ان البلد كلها جالها حالة اسمها اكتئاب الجماعي كلنا بنكلم بعض طول وقت انا مكتئبة انا مكتئبة يعني كله عنده اكتئاب وبجيب نماذج كل واحد بيقوله هو مكتئب ليه بننتقد حاجة يعني جت لهم حالة اخوانية مثلا مش كده نعم جت لهم حالة اخوانية بالزبط حالة اخوانية فطبعا احنا كنا بننتقد بدراوة وكان نفسي ينزل يعني في وقته وهم في الحكم احد النقاط قال ان لو المسلسل كان نزل اثناء وجوده في الحكم كان حيبقى الكوميديا اعلى والضحك اعلى متطق مع الكلام ده طبعا لانه كان فيه جرأة غير مسبوقة ولما خافوا برضو منه المنتجين طولهم انا مصر اعملوا استنادي وهنزل وهنتجوا وهخسر وهعملوا بس انا لازم انزل لان ده وقته يعني ما كانش منتج اجلوا دكتور شايفة ازاي الفن والفنانين يقدروا يخدموا اضايا بلدهم اكتر الفترة الجاية والله هم طول عمرهم بيخدموا اضايا بلدهم بس الفترة الثلاث سنين اللي بعد حداشر 2011 2012 2013 كان فيه فن فكرني بفن الهزائم شوية يعني انت فاكرة زي نكست سبعة ستين اه زي سبعة ستين طلعا الساحة دا حنبور تشتقالي والحاجات دي وبعد شوية دخلنا في افلام اولات فدايما فيه فن يبقى فن الناس المهزومة نفسيا تلاقيه فن مهزوم يعني ضعيف قليل القيم فللأسف كان فيه ده بس كان فيه مسلسلات كويسة يعني لان الانتاج كان كتير فكان فيه في رمضان مسلسلات كويسة ومسلسلات الحقيقة هبط عليها الفاظ غريبة كده انا مقدرش تتفرق يعني كانت صعب شوية والان الواحد كان مشغول بالبلد واللي بيحصل والحرق والضرب اللي حصل بعد فضعة سام ربعة والبلاوي السودة دي فكان الواحد ده بيتابع على الهواء انما الفنانين دايما بيبقوا طاليعة الحقيقة بيبقوا اكتر ناس بيتأثروا بقضايا بلدهم بيحسوها كويس فحتى لو جي شوية حاجات كده مش متزبطة قوي هتلاقي المصار يتعدل فورا هتلاقي الحماس اللي حصل ده هينعكس ان شاء الله على الشغل اللي جاي ومستوى الدراما كان اعلى من اللي حصل في السينما السينما هي اللي اتأثرت لكن الدراما اعتقد كان فيه موضوعات وكان فيه جرأة انا شخصين لما حد من الولاد بيجي يقولوا اروح سينما بخير اشتركوا في القناة